اشتركوا في القناة المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة خول الكرينيس يؤدي أكثر من عشرة آلاف طالبة وطالبة من 36 مدرسة حكومية و12 مدرسة خاصة من طلبة الصف الثاني عشر الامتحانات الوطنية والتي تستمر على مدار أربعة أيام في اللغتين العربية والإنجليزية بالإضافة إلى حل المشكلات وفي هذا العام شهدت هذه الامتحانات تطوراً في جوانب عدة أبرزها احتساب نتيجة الامتحان وذلك بدسبة 12.5 من ضمن درجة الأعمال اليومية للطالب بالتعاون مع المعنيين في وزارة التربية والتعليم والمدارس الخاصة صراحة أنا أشكرهم كل الشكر على جهودهم وتعاونهم مع هيئة جودة التعليم والتدريب لتنظيم هذه الامتحانات وامتحانات السابقة وطبعاً في تصورنا الامتحان صف التاسع القادم في مايو ستكون الجهود جداً منظمة لتطوير هذه الامتحانات وتنظيمها قرار وزارة التربية والتعليم لإضافة نسبة الامتحانات أنا أشيد بهذا القرار وأشكرهم عليه لأنه سيؤكد على الطلبة وأولياء أمورهم بالتحديد والأهمية القصوى لهذه الامتحانات لأنها تعكس المستوى للطلبة كذلك أنها تعطيكم تغذية راجعة لامتحانات أهميتها في تطوير تفكير الطلبة، تدريس المدرسين وكذلك مستوى المدرسة والتعليم بالكامل في مملكة البحث الخطوات الحالية المتعلقة باحتساب هذه النسبة سيكون لها الأثر الإيجابي في تحقيق أهداف تحسين العمليات التعليمية والارتقاء بمستوى التعليم ومخرجاته من الطلبة خصوصاً وأن مساعي الهيئة وجهودها في هذا الجانب تتجه إلى أن تكون النتائج امتحانات الصف الثاني عشر أحد شروط القبول في مختلف جامعات المملكة إضافة إلى العمل على النظام الوطني الموحد للامتحانات الوطنية صدر قرار من قبل وزارة التربية والتعليم باحتساب نسبة 12 أنص من أعمال الفصل الدراسي الثاني ضمن النتيجة التي هي الطالب في الامتحانات الوطنية طبعاً هذه سيكون يطبق على طلبة الصف الثاني عشر على حسب ما وصلنا من وزارة التربية والتعليم ويطبق أيضاً على الصف التاسع هذا الهدف طبعاً منه أنه يعطي نوع من الاهتمام والجدية من قبل الطلبة أيضاً ومن قبل أولياء الأمور فهذا يحفزهم على التعامل مع الامتحانات بجدية واهتمام نحن نسعي وزارة التربية والتعليم أيضاً نسعي أنها يكون في اهتمام بالامتحانات الوطنية والتعامل معها بجدية أكثر لذلك بعد التشاور والاجتماعات مع وزارة التربية والتعليم تم الاتفاق على احتساب نسبة 25% من إجمال درجة الطالب في الامتحانات الوطنية وهذه سيطبق هذا النظام بدءاً من عام 2019 إن الامتحانات الوطنية هي أحدى آليات قياس مستوى جودة التعليم في المملكة والتي من خلالها يتم الكشف عن التحديات التي تواجه القطاع التعليمي والوقوف على نقاط القوة التي تعزز من أداء التعليم وذلك لتحديد فرص التطوير الممكنة لهذا القطاع وذلك ضمن الجهود الوطنية لتطوير التعليم والتدريب في المملكة خولة لجرينيز لمركز الأخبار تلفزيون البحرين